خلال يوم واحد فكرة في اليوم الواحد مصر ادت الامارات ايه مصر بتدي الامارات على طول الامارات بتاخد من مصر ان مصر مسلمها اكتاف مع سيء الذكر يعني لكن فكرة تعالوا نشوف كده في يوم واحد سيء الذكر ماذا اعطى للامارات عقد التزام لمدة 30 سنة زي ما قلنا منطقة الاقتصادية قناة سويس لموانئ ابو ظبي وعقد التزام من الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر لموانئ ابو ظبي عشان نفس الحاجة اللي هو تمويل تصميم بناء تطوير ادارة تشغيل استغلال ومش عارف ايه ونفس القصة في الخبر اللي تحت بالظبط احنا بنتكلم عن دولة كان هناك تسريب يعني كنت شاهدا عليه ابنى عملي في قناة الحوار الفضائية نشره الواشنطن بوست او نيويورك تايمز لا اتذكر وموقع ميدلي ستايل وكان التقرير يتحدث عن محمد بن زايد اللي صرته هتطلع مع السيسي بعد شوية وهو بيقول في اجتماع خاص اخبروا هذا الرجل انني لست مكينة لصرف الاموال وقال يومها محمد بن زايد عبارة عبقرية ان من يدفع يحكم والامارات ستدفع وسمى بن زايد قطاعات بعينها في المشهد المصري وبالفعل دخلت الامارات في هذه القطاعات ودفعت الامارات وحكمت الامارات ولا زالت تحكم بكل اسف الدولة المصرية دلوقتي في عد سيئة ذكرى